نكمل مع حضراتكم آخر الأخبار علشان بعدها نروح لي الفيديوهات محمد صلاح في التشكيلة المثالية للجولة التسعتاشر بالPremier League وطبعا يعني معها كم خبر لمحمد صلاح من ضمنهم هو أفضل لاعب في الجولة التسعتاشر كمان محمد صلاح بيتصدر الأكثر تسجيلاً بالدورية الإنجليزي منذ شهر فبراير ومحمد صلاح كمان في التشكيل المثالي للدور الأول بالدورية الإنجليزي كل حاجة عم معانا على محمد صلاح فكل حاجة لمحمد صلاح أي خبر محمد صلاح مدافعاً عن كلبالي لما كان العنصرية في أي مكان ومحمد صلاح يعود لدائرة اهتمامات ريال مدريد وراموس يعرض الصفقة أنا أعتقد أن الأخبار يعني أن راموس أو أسعد واحدة هيكون موجود أن بوجود محمد صلاح هيكون مبسوط بسبب الدعاء اللي نازل عليه ويعني الكلام اللي بيكتبه على الفيسبوك سواء فيسبوك أو انستجرام أو تويتر أخيراً قاسم باشا يهنئ محمود حسن تريزيجي بحفل الزفاف ده بالنسبة لطبعاً لعابتنا المحترفين لكن معنا خبرين ناخدهم أمري يكشف طورة الإدارة باريس سان جرمان بعدم ضم محمد صلاح وقال أن باريس سان جرمان هو كان مدير فني كان حابب لوجود محمد صلاح لكن إدارة باريس سان جرمان كانت هي الرفضة وجود اللاعب الحمد لله خير وبركة اللاعب موجود في أفضل الأندية الإنجليزية والعالمية بيأدف شكل كويس جداً أحسن العافة الدوري الإنجليزي فأنتم اللي خسرانين في الأول وفي الأخير وأخيراً رمضان صبحي اللي قلنا عليها اليوم أعود إلى بلدي وسأكون أقوى في الموسم المقبل